يا من له ستر علي جميل هلي إليك إذا اعتذرت قبول أيتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجعك كفيل سلام كيف الأحوال إن شاء الله كانت تكونوا بخير يا رب مرحبا بكم في قناة فضاء اميناديزاد لي ما زالوا مشتركوش يشاركو في القناة وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد باش تكبرتاني لامتنا اليوم جيت معاكم فيديو مختلف درت لكم فيه زوز وصفات كما راكم تشوفو وصفات اقتصادية حبيت نفيدكم بيها ديما حنا يا وش هنديرو اللاشا وش هنديرو اللغداء حبيت نشارك معاكم وش درت العشا حاجة خفيفة كما راكم تشوفو درت البططة هاي راح نتبلها عندي فيها عندي بططة عندي بصلة عندي ثوم عندي رند عندي معدنوس عندي ملح فلفل اسود وعندي يارس الحانوت وعندي شوية زيت وحندي لها نصف كاس ما فقط هادو هم المكونات اللي رايحين نحتاجهم لهنا الحم اختياري انا كانت عندي ستاكا ضفتها لهم فقط كما راكم تشوفو درت البصلة تايز ثوم بحطيت الرند شو معدنوس يعني اللي هنا عاوض ما تقليها والزيت وكلش حبيت نفيدكم كما كانت حطيها في الفور دقيقة طيب وكما راكم تشوفو اللي هنا البططة هاي صغيرة قسمتها الى نصفين حبيتاش نقسمها صغيرة بزيب باش ما تطيب الشي يعني الطيب وتداكن نقولو احنا توح لفرمت البطاطة حبيت كما كان خليها اضفت واحد الزيت واحد ثلث مغار في الكاك نخلط المكوينة تايي نضيف الكاس تايي نصف الكاس تلما وحطي الساكة تايي حطيت عليها الرند ونغلفها بالان مليوم ونحطها في الفور حتى الطيب كي الطيب وتشوفيها طابتك البطاطة واللحم تايي كلها نحيع عليها المليوم وخليها تحمر وخلاص هذا هو يعني حاجة بسيطة وما تديش الوقت خلاص نروح ونحضروا الفطيرة انا اللي بالبزاف مليحة حطيتها من قبل في فيديو كتير كامل اللي يسقسي وني على الوصفاتها حبيت نحطها هالكم اليوم كما راكم تشوفو عندي الفارينة الفارينة كيك انا درت يعني ابو بري يعني درتو حدوث خبزات صغيرة فارينة حطيت الملح على حساب الفارينة اللي عندي وحطيت المغرف كبيرة خميرة الخبز مغرف كبيرة سكر عندي ثلاث مغرف كبار زيت عندي ملحقة خل وهدا هو السر تحا اللملة عجينة تايما نخليها طريا ما نخليها ناشفة نخليها فالنص يعني عجينة مليحة بالبزاف مام للبيزا تقدروا تديروها والحشواتها اقتصادية يعني تحبو تجربوها يعني مام لولاد كيمية يحبو الحوية جاثم بزاف كما راكم تشوفوا هذا ورقة ومزحة نحاول نعجينها ندلكها يعني بالخفيف ونحطها تخمر اللي هنا لبنات حبيت نقول لكم يعني اشتركوا لي في القناة مهما نتعب ونحط لي فيديو ما نقاش تفاعل خلاص في القناة حبيت يعني نهضر اليوم ونقول لكم يعني شوية تفاعل فقط على جل تابلي نتعب فيه ونحط الفيديوهات يعني ما مالقرينجة دفوات علي قهات تلبية بصح ما عليش يعني انا قد الصدا يعني مدام انا قلت نحل القناة ان شاء الله يا ربي كما راكم تشوفوا الحشوة فيها شوية طماطم فلفل بصلا ثوم وشوي زيت ملح فلفل اسود فقط هالي الحشوة وحنضيف لهنا الفرماج فقط تحبي تضيفي له الفرماج تحبي ما نضيفي لهاش يعني لبنات برك اه كما قلت لكم نحب نقا يعني تفاعل من يشي طالبة حاجة كبيرة بزاف كاي قناة تحط محتوى وتبقى التفاعل لتحا ماما نفراح ونزيد نحط يعني فيديوات جدود نفيدكم بربي ان شاء الله يا ربي وكين يعني ناس يعني يحطوا لي تعليقات ما شاء الله ربي يحفظهم يا رب يعني ساعات كان قصح تعليقات يعني اه يوجعوك يعني صراحة اه كل واحد كيفاه الناس عقلياتهم اه انسان يحبي يتفاعل الشي هذا هذا هو الفرماج يعني ما شاء الله شريته اول مرة وجربته وعجبني اه نعود بربي ان شاء الله نشريه اه كما راكم تشوفوا بديت نقليه في الحشوة تاعي حطيت البصلات ثوم ملح في الأسود نقليهم شوية نحط عليهم الفلفل حتى يذبل شوية نحط عليهم طماطم وحنضيف لهم معجون طماطم ملعقة صغيرة وليوجد عندها الهريسة تحبها حارة ولا ضيف الهريسة انا الفلفل حار ما حطيتوش كان ما عنديش في البيت ندفل فلفل حلوبرك لهنا بعيد العجينة تايمة خمرت اه حنن يعني نهبط لها الخمور تاحا ونقسمها الى اقراس ونبدأ نخدم عادي كما قلت لكم عندي لاب باش يعني عندي باش في الفيسبوك فضائم نديزة ثاني عندي لانستغرام اه ليحبي تواصل يعني معايا ولا يعني كين مواقع تواصل ولا في التعليقات عادي اي حاجة اي سيفتر اي حاجة اي حاجة حاب نديرها نديروها مع بعض ولا خليولي في التعليقات كما راكم تشوفوا حطيت لنا الفرماج كما قلت لكم عندي ذاب لي يعني بالرغم ان يعني طفيت على النار اه يعني ذاب يعني انا جبني الفرماج هذا كما راكم تشوفوا اللي هنا بديت نقرسها يعني حطيت لها شوية فارينا عليها باش متنزقليش ونحط الحشو تاعي ونقفل عليها اللي هنا كي نقفل عليها ما نخليش كما هكبر كلا خاطر كي نطيبها را هي رايح تتحل نقفل عليها كما نقفل المحجوبات تلك ساعة كما راكم تشوفوا نقفل عليها كما نقفل عليها كوكا ولا لي سوفلي يعني حاجة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت بنينا ومتأكدة بليك تديريها تعجب يعني البيت يعني سيخسو الولاد صغر كما راكم تشوفوا لنا تحبي طيبها على مقلع ديري نعمة وستو طيب باش ما تتحرق لكش لانا كما قلت لكم عندي هذا الطاجين يعني مليح بالبزاف عجبني هي مقلات يعني كبيرة يعني نصحكم يعني اللي كي يعود وقت صالد وتقوح وي جملاح كما كما تعطيوش انا قيتها صالد شريتها يعني هاي يعني نستعمل فيها ما شاء الله كما راكم تشوفوا هذه الوصفات اللي اخترتها لكم يعني حاجة خفيفة واقتصادية في نفس الوقت وما تدلكش يعني الوقت هذا هو العشاء اللي طيبته يعني وحبيت نشاركه معاكم انتمنى يا ربي كنت خفيفة عليكم وعجبوكم يعني الوصفات واي السفتر كما قلت لكم في اللاب باج ولا في التعليقات خليوا لي رايكم وصلنا الى نهاية الفيديو تاعنا مع ديا غير نقول لكم الى المنتقى ان شاء الله مع فيديو اخر مع السلامة صلاة في الوحكم موسيقى موسيقى